مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم تايف يعني بدون راحة انت بتتكلم على فترة بين المباراتين بالضبط 48 ساعة فالأهلي بقيادة ميستر كولر قرر ان هو يواصل استعداداته طبعا لمبارات سيراميكا اللي هتتلاعب بعد بكرة ان شاء الله لاتنين اكيد طبعا النهاردة هتكون تمرينة استشفائية للعيبة اللي خاضت المبارات بارح وبعد كده بكرة ان شاء الله يكون التمرين الرئيسي او التمرين الاساسي في استعداد الاهلي لمواجهة الفريق سيراميكا كليوباترا مبارات دي مفترضنها مؤجلة من الجولة السبع وعشرين لمسابقة الدوري المصري وخلينا طب منكم على ملف حراس المرمى اللي سبحان الله طبعا اتمنى ألف سلامة على مصطفى شوبير طبعا مبارح بعد اصابة مصطفى شوبير الدنيا الكهربت يعني 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 انه التلات حراس اللي موجودين معك طول الموسم التلاتة اتعرضوا لإصابة وانت رايح على مبارات نهائي دوري الأبطال الدنيا ما كانتش الحقيقة أحسن حاجة ممكن لكن الحمد لله خلينا يبتدي بشوبير وهو النهاردة هيعمل فحص طبي تاني عشان زيادة في الاطمانان عليه لكن دكتور أحمد أبو عبلة قال انه مصطفى شوبير نتيجة التحامه مع اسلام محارب مبارح في المباراة مش عايف اسلام محارب كان بيعترض على ايه بصراحة لانه في كتير من المتخصصين في التحكيم قالوا انه اللعبة دي قد تستدعي طرد كمان يعني ممكن طبعا العقوبة تقديرية هنا الحكم المباراة لكن اللعبة دي ممكن جدا تستدعي انها لعبة في منطقة الخطور وبالفعل مصطفى شوبيرت اتعرض لجرح قطعي في الجفن الآلوي بتاعه وده استدعى طبعا انه يتحطله في أثناء المباراة زي لاصب طبي كده عشان يكمل المباراة بشكل طبيع وهو الحقيقة في حدود الخطورة اللي جات على مرمانة دي الاهلي تصرف بشكل كويس جدا بلا حتى انه حارس يطمنك وبالتالي بعد اصابة علي لطفي وبعد اصابة محمد الشناوي اصبح ملف حرس المرمى هو مصدر القلق الوحيد او الاول في اهتمامة الاهلوية لكن خلينا اطمنكم فيما يتعلق ان شاء الله بمباراة الوداد مباراة الحد نحن نتكلم في 8 يام النهاردة اعتقد ان شاء الله محمد الشناوي نهاردة هيعمل اشعة تانية اشعة جديدة على عضلة السمان عشان يتم تحديد تطورات حالته بعد منفذ البرنامج العلاجي تحطي له برنامج العلاجي مكسف عشان يقدر يجهزوا الجهاز الطبي لدخول بقى في مرحلة الاستعدادات خدوا بالكم ومش هلعب على المباراة على طول وانا كان نفسي طبعا لولا العقوبة انه علي لطفي ومحمد الشناوي بما ان هم المرشحين الابرز مش تقليل من شبير لكن خلينا نتفق انه من ناحية الخبرة ومن ناحية المشاركة الافضل طبعا الشناوي او علي لطفي يكونوا جاهزين واحد منهم يكون جاهز لمباراة الوداد في القاهرة لكن في جميع الاحوال كان نفسي انه هم حد منهم يلعب مباراة سيراميكا لانه دي مباراة البروفا هي فيه طبعا ثلاث نقاط مهمة جدا في سباق الدولي لكن دي البروفا الاخيرة او المباراة الاخيرة قبل ما تروح لمباراة الوداد وبالتالي كان مهم جدا مشاركة الاسكواد يعني من وجهة نظري اللي ممكن يكون بيرهن عليه مستر كولر في المباراة لكن ان شاء الله قبل مباراة في مرحلة الاستعداد او معسكر الاهلي استعداد لمطش الوداد هيكون ان شاء الله محمد الشناوي ومصطفى شبير على الاقل جاهزين اشتركوا في القناة